اشتركوا في القناة وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد فقد وقفنا على قول الناظم رحمه الله تعالى ومعجزاته كثيرة غرار منها كلام الله معجز البشر إذا من المعتقدات الإسلامية التي عند أهل السنة عموما والأشاعرة على وجه الخصوص أن المعجزات هي أمور عقدية ينبغي أن نعتقد ونؤمن ونجزم بأن الله عز وجل أرسل رسله وأيدهم بالمعجزات ونقتقدم لنا أن المعجزة هي شيء خارق للعادة لا يجري على نظام العادات ويؤيد الله تعالى به رسله إلى عباده ليصدقوه فالمعجزة عندما يبعث بها الله تعالى نبيه ويؤيده بها فمن دلالاتها الكبرى ومعانيها العظمى أنها تصديق لذلك النبي كأن الله تعالى يقول للمرسل إليهم هذا عبدي أرسلته إليكم فصدقوه وعلامة ذلك هذه المعجزة وسميت معجزة من الإعجاز الشيء المعجز وكذلك المعجزة بالنسبة للواقع التي تكون معجزة أي يعجز الناس عن أن يأتوا بمثلها هذا معنى المعجزة الشيء المعجز الذي يعجز الناس عن الإتيان بمثله والمعجزة كذلك وتسمى أيضا الآية الآية أي علامة نبوة علامة نبوة ولقد قلنا إن الناس تكلموا كثيرا عن هذه المعجزات بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها كثيرة لأنها كثيرة وهي في نفس الوقت دلائل وأمارات وآيات على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك سماها بعضهم بدلائل النبوة وبعضهم سماها بأعلام النبوة يعني علامات النبوة وبعضهم سماها بالخصائص فأدخل فيها المعجزات وغيرها وهكذا والذي يرجع إلى كتب السيرة النبوية ولا سيما منها المطولة فإنه سيقف فيها على كثير من هذه المعجزات أعني غير القرآن الكريم يعني هناك المعجزة الكبرى الخالدة هي القرآن الكريم ولكن من غير القرآن الكريم هناك معجزات أخرى كثيرة لكنها كانت في زمانها وفي وقتها عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث ويدعو قومه إلى الله عز وجل وإلى دينه وشريعته فهي معجزات موقوتة وعلى ذلك النمط المعجزات السابقة للأنبياء والمصالين المتقدمين فكل معجزاتهم أيضا كانت موقوتة فنحن ندرسها فقط من أجل العلم بها وندرس تاريخها والقرآن الكريم حكى لنا كثيرا منها معجزات الأنبياء السابقين إذن فمعجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفها الناظم بالكثرة وهو يقصد بذلك بصفة عامة المعجزات عموما سواء منها القرآن وهو أعظامها أو غيره من المعجزات الأخرى التي نصفها بأنها معجزات محسوسة يعني ترى رأي العين كما سنمثل ببعضها وصفها إذن بالكثرة كثيرة ثم قال غرار وقلنا إن الغرار جمع غرة والغرة يعني معناها البياض الشيء الناصع الأبيض بصفة عامة وكذلك يطلق على ما في جبهة الفارس من بياض بمقدار درهم فأكتر أو بما فوق الدرهم يسمى هذا غرة يسمى غرة إذا كان البياض الذي في جبهة الفارس درهما فما فوق فهو غرة أو فوق الدرهم أصلا هذه غرة لأنها بيضاء فالغرة إذن تطلق على كل شيء موصوف بالنصاعة والظهور والإشراق والتنور وما إلى ذلك إذن معنا هذا أن المعجزات النبوية المحمدية هي كلها واضحة بيّنة لا ينكرها إلا جاحد ولكنها كما قلنا هي موقوتة لها زمان انتهى وهو زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن مع انتهائها وانتهاء زمانها وانتهاء مثلا مفعولها حينئذ لكن ما زالت مدونة عندنا بالنقل الصحيح بالنقل الصحيح بعضها صحيح النقل وبعضها وهو قليل فيه يعني تساهل في النقل يمكن أن نقول في هذا البعض إن بعض هذه المعجزات من حيث النقل نقلها ضعيف نقلها ضعيف ولكن إذا استثنينا هذا القليل فما بقي وهو يفوق المئة من المعجزات كله منقول إلينا بالنقل الصحيح تابعا لصحة نقل السيرة النبوية فالسيرة النبوية منقولة إلينا نقلا صحيحا ونقلا مفصلا لأحداث العهد النبوي لأحداث الزمان الذي كانت فيه النبوة وكان فيها النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ رسالة ربه بل قبل ذلك أيضا فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة مدققة صحيحة النقل منذ ميلاده إلى وفاته لكن الذي فيه تذقيق أكثر وتفصيل أكثر هو القسم الذي يبتدئ من بعتة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قبضه الله عز وجل فإذا ضمن هذه الأحداث في السيرة النبوية نجد كثيرا من هذه المعجزات التي وقعت له صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ونذكر ونجتزئ من هذه المعجزات بأمثلة ثم نعود إلى المعجزة العظمى الكبرى التي ذكرها الإمام يعني الناظم رحمه الله تعالى اللقاني ذكرها في الشطر الثاني فإذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليم الشجر والحجر عليه كما روى ذلك ونقله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بضواحي مكة يعني خرجوا إلى نواحي مكة وضواحيها فكان صلى الله عليه وسلم يقول علي الذي كان حاضرا شاهدا يقول كلما مر بشاجر أو حجر سلم عليه سلم عليه السلام عليك يا رسول الله فهذا فهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم أن يسلم عليه الشجر وهو جماد وأن يسلم عليه الحجر وهو جماد هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم وطبعا علي بن أبي طالب يذكر ذلك بناء على سماعه التسليم بأذنيه ومن هذه المعجزات أيضا تسبيح الحصى بكفه صلى الله عليه وسلم وذلك أنه عليه صلوات ربي وسلامه كان في نفر من قومه وصحابته فأخذ بكفه حصيات وأخذت الحصيات تسبح وهي بكفه تسبح بصوت يسمعه من كان حاضرا تسبحه بلسان عربي مبين فصب هذه الحصيات في كف أبي بكر فسبحنا كما سبحت في يده صلى الله عليه وسلم ثم صبها في كف عمر بن الخطاب فسبحنا أي سبحت الحصيات سبحت الحصى ثم صبها في كف عثمان فسبحنا قال الراوي ثم صبها في أيدينا فلم تسبح يعني حينما صبها النبي صلى الله عليه وسلم ووضعها في كف بعضهم بعض الذين كانوا معهم من غير أبي بكر وعمر وعثمان والظاهر أن عليا لم يكن معهم فإن هؤلاء لم لم تسبح الحصى بأكفهم فهذه من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هذه المعجزات أيضا حنين الجذع إليه حنين الجذع جذع النخلة وهو الذي يكون قد أزيل من النخلة عندما تكون حية مغروسة في الأرض تثمر وهي مخضرة فيها حية عندما نزيل قطعة منها ونتخذه في وسائل حياتنا للجلوس عليه أو للوقوف عليه أو لغير ذلك من الغايات فحينئذ لا تبقى فيه حياة يعني لا يبقى نخلة بحيث يعني يفقد حياته التي في النخلة فكان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر عندما هاجر إلى المدينة المنورة كان يخطب يخطب إما الجمعة أو غير ذلك من الخطب كان يخطب على هذا الجذع فلما صنعوا له منبرا متواضعا درجه قليلة انتقل إليه وأخذ يخطب عليه فلما أصبح يخطب على المنبر المتواضع ذي ثلاث درج الجذع جذع النخلة التي كان يخطب عليه من قبل حن إليه وصوت صوتا سمعه الذين كانوا معه صلى الله عليه وسلم حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه وضمه إليه فسكن الجذع كما يسكن الطفل الصغير عندما تضمه أمه ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت أعدت فيك الحياة وغرستك في الأرض فسرت ثمرة تثمر ويأكل منها الناس وإن شئت غرستك في الجنة يأكل منك أولياء الله فقال يا رسول الله اغلسني في الجنة يأكل مني أولياء الله وعباده الصالحون ففعل وقال لأصحابه اختار دار البقاء على دار الفناء ومن هذه المعجزات أيضا معجزة أخرى هي رده صلى الله عليه وسلم عين قتاده قتادة هذا الصحابي الجليل كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقيه بنفسه كما كان يفعل الصحابة رضوان الله عليهم يحمونه بوجوههم وصدورهم بل وبظهورهم كانوا يتلقون السهام بظهورهم يتخذون من ظهورهم يعني وقاية وجننا عن النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد كان بمثابة الجنة التي يتقي بها النبي صلى الله عليه وسلم ويحمي عنه السهام كما فعل أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه الذي حجج على النبي صلى الله عليه وسلم وغطاه وأخذ يتلقى السهام في ظهره حتى صار ظهره مملوءا بالسهام دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قتادة أيضا دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد فضرب بسهم في عينه فسقطت على خده فأخذها قتادة وذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك أن يرد لها لك قال يا رسول الله إن نعيم الجنة جميل وإن عطاء الله جليل ولكنني رجل مبتلا بحب النساء وهذا يعني أنه كانت له زوجات فضلا عن الجوار والإماء ولكن يا رسول الله إني رجل مبتلا بحب النساء فقد يرونني هكذا فيقلن أعور فلا يردنني فادع لي أن أدخل الجنة وأن يرد الله علي عيني فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم قي قتادة كما وقى وجه نبيك صلى الله عليه وسلم ورد له عينه واجعلها اللهم أثبت وأحد نظرا فكان كذلك استجاب الله دعاءه ورد عينه فكان يبصر بها أكثر من الأخرى وكانت الأخرى يصيبها الرمد ولا يصيب هذه التي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن ترد إليه ما كان يصيبها الرمد والرمد داء يصيب العين فيكون فيها التهاب والذي يسمونه في المغرب بالسواح هذا هو الرمد فهذه أيضا معجزة أخرى من معجزاته صلى الله عليه وسلم وما أكثرها ومن هذه المعجزات أيضا نطق الضب شاهدا بنبوته صلى الله عليه وسلم وخلاصة ذلك أن أعرابيا يعني عربي من البدو استاد ضبا وجاء حتى وجد القوم وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم من هذا قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واللات والعز لا أؤمن به حتى يشهد له هذا الضب فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم للضب من أنا قال أنت رسول رب العالمين أنت رسول رب العالمين فلما سمع الأعرابي ذلك أسلم ونطق بالشهادتين هذه بعض المعجزات التي تذكرنا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وما أيده الله تعالى في ذلك من هذه المعجزات التي ما سمع بها ولا رأاها أحد من الغلاظ إلا وآمن واستجاب ولا يمكن أن يبقى على كفره وشركه بعد رؤية هذه المعجزات إلا مكابر معاند فهذه يعني بعض أو غيظ من فيض من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعجزاته كثيرة غرر غرر وبفضل الله عز وجل كما قلنا هي منقولة نقلا صحيحا وإن كان هذا النقل متفاوتا في درجة الصحة فمنها من هذه المنقولات ما هو صحيح على درجة الصحيح وما هو في درجة الحسن ولكنها كلها صحاح إلا ما ندر وشذ مما وصفوه بالضعيف أو برواه أو بالموضوع أو بغير ذلك ثم إن من هذه المعجزات العظمى القرآن العظيم القرآن العظيم ولذلك قال في الشطر الثاني منها كلام الله معجز البشر القرآن العظيم هو أيضا معجزة معجزة خالدة في كل عصر هي معجزة أو هو معجزة ومعنى أنه معجزة أي أنه منذ نزل إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لن يستطيع أحد أن يأتي بمثله ولذلك ضمن العلماء وهم يعرفون القرآن مسألة الإعجاز تعريف القرآن في الحقيقة هو القرآن لا يحتاج إلى تعريف القرآن لا يحتاج إلى أن يعرف به هو أعرف من التعريف هو كلام الله كيف يمكن أن نعرف شيئا هو الذي نستمد منه الأحكام ونستمد منه المعرفة هو أصل المعرفة ولكن عادة العلماء أنهم يعرفون الشيء ولو كان واضحا معروفا يعرفونه بتعريف يضمنونه مسائل ليبحثوها هذا هو مقصودهم لذلك عرفوه بتعريفات كثيرة من بينها قولهم إن القرآن الكريم هو كلام الله هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بلفظه ومعناه المتعبد بتلاوته المنقول إلينا بالتواتر إنما عرفوه هكذا ليغنوا مباحث القرآن الكريم لتعرف أن القرآن الكريم عندما تريد الكلام عنه فإن الكلام عنه ينبغي أن تدخله من هذه المباحث القرآن الكريم هو كلام الله إذن أول شيء ينبغي أن تدخل في فكرك وفي ذهنك وعقلك أن القرآن الكريم هو كلام الله وليس بكلام أحد من البشر هو كلام الله هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهذا قيد أخرج كونه غير منزل فهو قيد يرد ويطعن في مذهب المعتزلة الذين قالوا إنه مخلوق فالسواد الأعظم من العلماء بل الإجماع منعقد إذا اعتبرنا ما عليه المعتزلة لا يخرق الإجماع فإذا لم نعتبرهم خارقين للإجماع وأن قولهم أضعف من أن يخرق الإجماع فالإجماع منعقد على أنه منزل وليس مخلوقا القرآن منزل أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم التنزلات المعلومة فالتنزل الأول في اللوح المحفوظ ثم الثاني في سماء الأولى بيت العزة ثم التنزل الثالث على الأرض على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منجما عبر سنوات الدعوة التي تقدر بجبر الكسر بثلاث وعشرين سنة مع جبر الكسر على مذهب العرب في لغتهم عندما كانوا يريدون أن يتكلموا بعدد وكان به كسر فإنهم يجبرونه إما أن يتموا العدد أو ينقصوا العدد الأول ولذلك فالمدة الحقيقية بالضبط والتحقيق والتدقيق التي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة هي إثنتان وعشرون سنة وستة أشهر وعشرون يوما يعني يجبرون هذا الكسر فيقولوا ثلاث وعشرون سنة من باب التغليب ومن باب التجوز المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إذا نزل القرآن الكريم منجما ومقصطا ولم ينزل دفعة واحدة وفي ذلك ما فيه من الحكمة الربانية وهذا معنى قوله تعالى على مكث على مكث ونزلناه تنزيلا فالقرآن الكريم أنزله الله تعالى على مكث لأنه كان ينزل عندما يكون هناك سؤال يحتاج إلى جواب أو مشكلة تحتاج إلى حل أو وقعت واقع أو وقائع أو حوادث يحتاج الناس فيها إلى شرع ربنا عز وجل أو ما إلى ذلك من الأسباب فكام القرآن ينزل والتشريع ينزل معه ويتقرر معه هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته لك أن تقدم ما شئت من هذه القيود المتعبد بتلاوته وهذه خاصية أو قيد لإخراج الأحاديث القدسية لأن الأحاديث القدسية هي أيضا من الله عز وجل على اختلاف بين العلماء هل اللفظ والمعنى من الله عز وجل أم إنما المعنى من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الحديث القدسي فالقرآن هو من الله عز وجل لفظا ومعنى وهو يتعبد بتلاوته أما الحديث القدسي فإنما يتعبد بمعانيه وأحكامه فهذا قيد هذا هو مقصود العلماء منه هذا هو وظيفة هذا القيد هو إخراج ما ليس بقرآن من القرآن إخراج الأحاديث صفة عامة والقدسية أيضا حتى لا يظن أنها أيضا لها صفة القرآنية ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر بالإسلام كان ينهاهم عن أن يكتبوا شيئا غير القرآن لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحه وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وهذا حديث قيل فيه إنه متواتر لفظا ومعنا فإذن عندما قال العلماء في تعريف القرآن الكريم المتعبد بتلاوته هذه خاصية ليست إلا فيه فقط فالقرآن الكريم مجرد أن تقرأه ومجرد أن تتلوه بلسانك فإن لك أجرا على هذه التلاوة وحسنات على هذه القراءة لكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها كما في الحديث لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف إذن من قرأ ألف لام ميم فله ثلاث حسنات ثم يصرنا ثلاثين حسنة وهكذا فانظر إلى كم من الحسنات ستحصل عليها إذا كان لك ورد على الأقل شهري من القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته أي بمجرد قراءته حتى الذي يقرأه ولا يفهمه هو مأجور على قراءته المعجز وهذا بيت القصيد المعجز بلفظه ومعناه فالقرآن الكريم إذن هو معجز للناس بلفظه ومعناه أي من أراد أن يؤلف شيئا كالقرآن في أساليبه وفي عباراته وفي نظمه فلا يستطيع أو لن يستطيع وكذلك في المعنى من أراد أن يأتي بكلام حتى ولو لم يكن في بلاغة القرآن وفي بيان القرآن ولكن هو كالقرآن في المعنى فلن يستطيع لن يستطيع ولذلك جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على أن القرآن معجز سواء بالنظر إليه كله لمن أراد أن يأتي بكلام مثل القرآن قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضهيرا لو اجتمع الإنس جميعا والجن جميعا وكان كل منهم عونا للآخر كل فريق كان عونا للآخر وتعاونوا جميعا على أن يأتوا بكلام كالقرآن فلن يستطيعوا إلى ذلك سبيله ثم إن القرآن الكريم تحداهم أن يأتوا بعشر صور مثله عجزوا عن القرآن كله فبعشر صور حتى ولو كانت مفتريات بعشر صور مفتريات فلما عجزوا تحداهم بصورة واحدة فلم يستطيعوا إذن فالقرآن الكريم معجز بلفظه حتى على أقل ما يمكن أن يكون من وحدات القرآن الكريم وهي أقصر صورة على الإطلاق أقصر صورة على الإطلاق هي صورة الكوثر وهي مكونة من ثلاث آيات فمن أراد أن يعارض القرآن الكريم ويدخل في تحديه وإعجازه فليأتي بكلام ولو في مستوى يعني صورة الكوتر الكوتر في حجمها ولكن في بلاغته فليأتي لا يستطيع لا يستطيع كان الذين يعني يتقحمون هذا الباب ويتطفلون عليه يريدون أن يعارضوه فجاءوا بالصخافات وبالركاكات وبالكلام الذي يضحك منه جاءوا بالعبث وننزه المقام عن أن نأتي بأمثلة ذلك كما هو معروف عن أكاذيب وترهات مسلمة الكذاب وغيره وغيره من المتنبئين الذين ادعوا النبوة فهذا يسميه العلماء بالإعجاز النظمي أو البياني أو البلاغي وهو يتعلق ب لغة القرآن لغة القرآن وبلاغتها وحبكها بطريقة تعجز لا يستطيع أحد أبدا ثم التعريف ليس فيه فقط هذا الجانب قال المعجز بلفظه ومعناه تحداهم حتى بأن يأتوا ب يعني بمعاني تصل إلى درجة معاني القرآن الكريم إلى مستوى وإلى مقام معاني القرآن الكريم فما استطاعوا لم يستطيعوا في النظم والبلاغة والبيان والفصاحة وقمة الكلام طيب هاتون بكلام كيفما كان ولكن مضمونه ومعناه يكون في مستوى القرآن الكريم لم يستطيعوا لم يستطيعوا والقرآن الكريم تحداهم أيضا في هذا الجانب قل فاتوا بكتاب مثله هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين هو أهدا منهما قل فاتوا بكتاب من قبله هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين هذا إعجاز للجانب المعنوي وبالخصوص تشريع من أراد أن يأتي بتشريع يضاهي ويعارض به القرآن الكريم فلن يستطيع أبدا وهذا ما نسميه بالإعجاز التشريعي أو بصفة أعم الإعجاز المعناوي المرتبط بالمعنى ويدخل في هذا الإعجاز بالمعنى أو الإعجاز المعناوي يدخل فيه الإعجاز العلمي فأمثلته كثيرة أمثلته كثيرة فإذن القرآن الكريم معجز معجز بلفظه ومعناه كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المعجز بلفظه ومعناه المنقول إلينا بالتواتر من خصائص قرآن الكريم أنه منقول بالتواتر فهو قطعي الثبوت لا ينكره إلا كافر من قال في القرآن بأنه ليس متواترا وليس قطعي الثبوت وأنه ليس من الله فهذا كفر لأن النظم رحمه الله تعالى إنما يتكلم عن هذا من باب الاعتقاد يتكلم عن المعجزات عموما من باب أنه يجب عن المسلم أن يعتقد هذا أن يعتقد المعجزات وأن الله تعالى أرسلها مع أنبيائه تؤيدهم وأن يعتقد على وجه الخصوص بأن القرآن الكريم معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة فهذا ساقه من باب الاعتقاد يجب علينا أن نعتقد هذه الحقائق وهذه المعجزات لذلك قال رحمه الله تعالى ومعجزاته كثيرة غرار منها كلام الله معجز البشر صفة هذا معجز صفة قلنا للكلام أي الذي من صفته أنه معجز للبشر فلن يستطيع أن يأتوا بشيء من مثله أبدا لا من مثله كله ولا بعشرين منه بعشر صور ولا بصورة واحدة منه أي بمثلها لأن العلماء قالوا حتى ولو يعني أخذنا ثلاث آيات من القرآن الكريم ولو كانت قصيرة فهي أيضا معجزة ولذلك هذا حد الإعجاز الحد الأدنى الذي فيه التحدي والإعجاز هو مقدار ثلاث آيات ثلاث آيات في يعني حجم صورة الكوثر وهناك من بالغ في هذا الأمر مبالغة مبالغة لا أساس لها حتى قالوا إن هناك الإعجاز على مستوى الحرف قالوا على مستوى الكلمة وقالوا على مستوى الحرف على مستوى الكلمة ممكن أن نقول هناك ما يمكن أن نسميه بالإعجاز المصطلحي الإعجاز المصطلحي كلمة سورة كلمة آية بعض الألفاظ التي لا قبل العربي بها ولا عهد لهم بها عتى جاء القرآن الكريم لو جمعنا هذا في سياقاته القرآنية نعم هو من هذه الناحية معجز ولكنه داخل في قولنا المعجز بلفظه ومعناه أما على مستوى الحرف الواحد ثم قالوا احتى على مستوى النقطة هذا كلام لا ليس علميا نهائيا هذا كلام ليس علميا ولم يقوله إلا الذين يعني ليسوا على أرض صلبة من العلم والمعرفة ومع الأسف هؤلاء نجدهم منتسبين إلى التصوف والتصوف هو قائم عن العلم التصوف قائم عن القرآن والسنة والفقه بالدين ومن لم يتقن ذلك فلا ينبغي أن يدخل هذا الميدان كما يقول العارفون بالله كالجنيد رحمه الله تعالى أكتفي بهذا القدر وإلى حلقة أخرى إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر